جزء من الحل ممكن أن يكون في المؤتمرات الدولية الضاغطة إذا كان هناك التزام بقرارات مجلس العفو وقرارات أمم المتحدة وخاصة الأنهار والمياه والمجاري غير الملاحية لعام 97 والجزء الآخر هو إقليمي ما موجود عندنا على الأرض هنا ممكن أن تستخدم مزارة الموارد المائية أو مزارة الزراعة أو حتى رئاسة الدولة والحكومة الأوراق الضاغطة مع دول الجوار نحن عندنا اتفاقيات هذه الاتفاقيات بدأت مع تركيا سواء كانت في لوزان عندنا أيضا محور كامل بخصوص المياه عندنا في اتفاقية حسن الجوار عام 46 أيضا تتعلق بأهم موضوع التفقوه بين البلدين عام 46 تركيا والعراق بخصوص معالجة الفيضانات وكانت هذه المبادرة عراقية ثم بعدها اتفاقية مع تركيا عام 71 ثم عام 80 ثم أضيفت سوريا مع تركيا والعراق عام 89 على عيني رأسي مع كل هذه الاتفاقيات عذرني المقاطعة دكتور جمال مع كل هذه الاتفاقيات لازالت المشكلة أو المشكلة تكبر مو بس لازالت يعني هل المشكلة عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات الأدوات اللي يستخدمها العراق المفروض شونه نعم نعم دول الجوار سواء كانت إيران أو تركيا وحتى سوريا لم تلتزم بهذه الاتفاقيات تركيا تتهرب منها مرة تعتبر الأنهار تعتبر الدجلة والفرات حوض واحد ثم تعود تقول هذا عبارة عن نهر وطني وليس دولي إيران أيضا قطعة الأنهار اللي بيننا وبينها اشتغلت سدود اشتغلوا الطرفيا في حجر هذه السدود أو حصر هذه المياه بسدودهم لذلك هم لا يلتزمون بأي اتفاقية يعقدوها أو اتفقوا معانا أو اشتغلوا معانا بهذه مضمارها لكن بعد فترة شوفهم يتملصون من عدها العراق لا يوجد لديه أي اتفاقية بخصوص الحصص المائية التي تجبر هذه الدول على تزميد العراق لا يوجد لها